السلام عليكم انا عارفة ان يبقى لي فترة ما نزلت الفيديوهات لكن رجالكم كده ميكس خطير تقريبا اول مرة هتشوفه حاجة كده مخصوصة له الشاي الشاي بلبن وحتى الناس اللي ما بتحبش الشاي بلبن وانا كنت واحدة منهم بعد ما اتقرب الوصفة دي هيبقى المشروب الرسمي بكعم ميكس كده متناغل مع بعضه زي اللحنة الموسيكي انا متأكدة يا جمان انه هيعجبكو اول يلا بقى نشوف هنعمله ازاي مع بعض بنحط أربعة معالق الصغيرين من هالشاي الاسود طبعا كل واحد بيختاري النوعي اللي بيفضله ممكن نزود كمهيت الشاي او نقللها على حسب تركيز الطعم اللي عايزين نوصله بعد ما حطينا الشاي بنضيف المية الصغنة وبنسيبها بقى لحد ما تبرد تماما ويممكن كمان نحطها في التلاجة بنجيب الكوباية اللي هنقدم فيها بنحط فيها مكهبات تارية حسب الرغبة بنبقى مجهزين كريمة الخط يجب بنبقى مجهزينها بمية سقعة جدا بنحط على الكريمة معلقتين شاي بنقول الجهزينها قبل كده ونقلب على فخيف عشان ما نطلعش الهوالي في الكريمة وده بيبقى شكلها بنصفي بقى الشاي على مكهبات التلج وببدأ اضيف اللبن على الشاي طبعا اللبن بيبقى ثائع ببدأ اضيف الكريمة اللي دفمها لها الشاي الله مش راضية تنزل بس هتنزل انا اضيف معلقتين كوباية كريمة عشان دي اهم حاجة عندي بنجيب سوس الكراميل جايز او معمول في البيت انا بحب قوي سوس الكراميل اللي من ببتعمله لو عايزين طرق تكتبوا ليش قمانس بنصب بقى خصوص الكراميل على المكسي القطير ده بتاعنا طعم الشاي مع الكريمة مع الكراميل ومع اللبن حاجة كده واهمة هتجربوا نفسكم وتشوفوا طبعا ما استخدمني للسكر لان انا اعتمد معا تحليتي الكراميل المكسي ده بصراحة احببني او في الشاي بلبن وكمان طريقته سهلة وبسيطة ومش بياخد وقت ولا مجرور لو عجبكم الفيديو متنسوش تفرحونا بلايك وشير وسبسكرايب ومع السلامة استنو انا مع افكار جديدة على قناتنا سما وأنوش اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة